مد العواب وهذا المد يكون في حال الوقف على البنية المناونة بتنوين النصب لا بتنوين الجري ولا بتنوين الرافع إن التنوين هو نون ساكنة فلا نقف على التنوين المصوب على اسم المصوب بتنوين النصب لا نقف عليه بالنون لا بل يقلب هذا التنوين ألفا لهذا سميه بمد العواب لديه في الصحة الرابعة والستين في السطر وما قبل الأخير ويكون حال الوقف على التنوين في أواخر الكلام يعني مد العواب متى يكون أو ما شرطه يكون الشرطين في حال الوقف إذ قلنا تقلبوا أو يقلبوا هذا التنوين تنوين النصبي ألفا ويسمى عوضا لماذا أو علي لماذا يسمى التنوين المد بتنوين العواب لأنه يكون عوضا عن التنوين المحذوف أي أنه نسقط هذا التنوين ونقلبه ألفا في حال الوقف شرطه في حال الوقف على سبيل المثال لديه في الصحة الخامسة والستين الآية في نهاية الآية وآتوا يتام أموالهم إلى أن يقول إنه كان حوبا كبيرا لو أردنا أن نقف على حوبا إنه كان ما نقول حوبا لا حاليا حوبا هي منونا بتنوين النصب خبر دي كان لو أردنا أن نقف على حوبا ما نقول حوبا نقول حوبا فأبدلت أبدلنا هذا التنوين ألفا عوضنا عن التنوين التنوين هو نون ساكنة فعوضنا أو أبدلنا هذه النونة بالألف في حال الوقف شرط ماذا قلنا في حال الوقف إنه كان حوبا لو أردت بالواسط أن أصل فنقول إنه كان حوبا كبيرا حاليا عندي كبيرة التي هي الصفة لحوب فما نقول كبيرا نقول لا نسقط التنوين ونعوض عن تلك النون تنوين النصب عن هذه التنوين نعوض عنها بالألف فنقول إنه كان حوبا كبيرا وكذلك وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حاليا ديار نجدها منصوبة منصوبة بالفتح وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديار هنا مفرول به منصوب لكنه ما وقفنا وقلنا ديارا لا عوضنا أسقطنا هذا التنوين وعوضنا عنه بالألف وكذلك كي نسبحك كثيرا ما قلت كثيرا صحيح هو الإسم الإسم يكون منصوبا في كثيرا لكنه ما وقفنا على التنوين بل أبدأنا أسقطناها وعوضنا عنها بالتنوين الألف فصارت كثيرا في حال إبدالي التنوين ألفا يعامل حينئذ معاملة المد الطبيعي أن يكون مقداره حركتان يكون مقداره حركتان عفوا عندي هل كل الأسماء كل الأسماء التي تكون منصوبة هي يجوز أن نسقط التنوين وأن نبدل عنها بالألف طبعا لا فلا يجوز أن نبدل التنوين في الإسم المنصوب المؤنث ألفا يعني يستثنى من ذلك الذي في الصفحة الخامسة والستين يستثنى من ذلك الإسم المؤنث الإسم المؤنث المنصوب على سبيل المثال في الآلة القرآنية وشجرة تخرج من طور سيناء حاليا عندي الشجرة ما وقفنا عليها وقلنا شجرة لا بل قالوا يجب أسقاط التنوين والتأنيث ونقف عليها بالهاء لماذا؟ لأن أكثر الدارسين أو علماء الأصوات القدماء يقولون أن هذه التاء زائدة للتأنيث وتاء التأنيث هي زائدة ف الوقف في حال الوقف إذا أردنا أن نقف على البنية فالحرف الأخير سيكون أسئل من أصول البنية حاليا في حوبا قلنا حوبا وقفنا على ألف ومدة هذه عفو وقفنا على البا ومدة عوضنا عن التنوين بالألف فقلنا حوبا فكان الحرف الأخير هو من أصول البنية لكن لو قلنا شجرة شجرة هل التاء من أصول البنية؟ طبعا لا ونما هي زائدة للتأنيث لا غير لهذا قالوا لا يجوز أبدال التنوين في الاسم المؤنث المنصوب ألفا بل تسقط نسقط ذلك ونقف عليها بالهاء وكذلك أم يقولون به جنة حاليا جنة بل جاءهم حاليا لا يجوز أولا جنة نجدها منونة منونة بتنوين الضم وهذا لا جوز وثانيا في حال الوقف تقلبها فنقول جنة هناك أسماء تنتهي بالهمزة إذا كان ما قبلها ألفا فلا يكتب في الرسم القرآني أو في الكتابات بالإملائية في الكتابات الإملائية في حال النص بعد الهمزة ألفا حاليا عندي في كلمة ماء ودعاء لا تكتب الألف في حال النص لا نضع في الرسم الإملائي ألفا بعد الهمزة أما إذا كان ما قبلها ما قبلها كان ساكن ما قبل الهمزة كان ساكن في الرسم الإملائي يكتب بعد الهمزة ألفا والتنوين لا يضع على الألف لا بل التنوين يضع على حرف على الهمزة وفي حال الوقف كذلك تبدل التنوين ألفا فنقول في ماء ودعاء إذا كانت مصوبة نقول ماء ودعاء وفي بناء نقول بناء في بناء نقول بناء أرجع على الصفحة الرابعة والستين ويسمى عندي في السطر الثاني ما قبل الأخير ويسمى عواضا لكونه يعوض عن التنوين المحذوف ممكن أن نسأل أو علل لماذا سمي مد العواض بالعواض أو لماذا يكون مقداره حركتين لماذا لأنه سيشبه بالمد الطبيعي ما هي شروطه قلنا شروطه أن يكون أن يكون عواضا عن تنوين النصب ولا يكون في سوى لا في المجرور ولا في المرفوع ثانيا أن يكون أن لا يكون الإسم المصوب في آخره تاء التأنيث أو لماذا لأن تاء التأنيث تقلبها في حال الوقف وهي عند علماء لصوات عند القدماء تعد زائدة بل بعضهم لا يعدها حرفا من حروف البنيتين